على الجانب الآخر بقى لما تبص على المباراة كل الحاجات الإيجابية اللي احنا قلناها دي كان للأسف كان ممكن شوية طراب كده على الطرطة الحلوة دي كان يبوز الطبخة ويبوز الكيكة الجميلة والطرطة الحلوة اللي بتفرج عليها بسبب اختيار طاقم تحكيم أسوأ مما تتخيل طاقم تحكيم لم أكن أتخيل أن يكون بهذا السوق حتى لو تقم أسباني حتى لو تقم دولي حتى لو قدر مباراة الريال وقتلت كومدريت في السوبر الأسباني في المملكة العربية السعودية ولكن مش معقول يا جماعة الحكم ده جاي من البيت الرجل ده جاي من البيت على القاهرة يحكم مباراة لا تحرقات سليمة ولا قرارات سليمة وأخطاء مؤثرة كتير جدا الفار يبدو أن كان فيه اتفاق امشي مع قرار الحكم الموضوع كله كده برمته ما كانش مريح بكل أمانة ما كانش مريح أولا الناس هتقعدة بتتكلم على ضرب الجزاء حسين الشحات اللي بالمناسبة على فكرة ضرب الجزاء سليمة ضرب الجزاء حسين الشحات ضرب الجزاء سليمة ولكن عشان تعرفوا أن فيه نز علانة من انتصارات الأهلي اختصرت الأداء التحكيم السيء اللي كان ضد الأهلي في ضرب الجزاء حسين الشحات عد كده معايا من البداية كرت أحمر وطرد لكريم حافظ نتيجة دخوله على حسين الشحات لا الحكم حسب فاول ولا ادى انذار ولا الفاركان موجود الفاركان في المصيادة ده واحد اتنين ضرب الجزاء لمحمد عبد المنعم في الشوت الاول لا الحكم حسب فاول حتى ولا ضرب الجزاء ولا حتى الفاركان متواجد ولا المساعد رفع حتى راية لحكم الملعب حكم الساحة قدي اتنين تلاتة ضرب الجزاء لامام عشور في الشوت التاني اذا ما كانتش الرجبة في الرجبة تبقى بالدفع من احمد سامي والحكم ولا هو هنا والفار في المصيادة كالعادة أدي ثلاثة أربعة تسلل تسلل الهدف الأول والتاني اللي بيرامد فيه مشكل بير جداً في تسلل نتيجة أن الزوايا اللي تم يعني الهدف الأول لبيرامد التحديدة الزاوية اللي تم رصد فيها نقطة تسلل فيها كلام وفيها منقشات والإخراج مبارح للأسف كان سيء جداً في وضع الكاميرات وكان أخذ اللقطات نفسها والحتى المخرج أو حتى الغرفة 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 ما كانش عارف يشتغل أو ما كانش عارف يشتغل صح مش عارف إزاي فهدف الأول بيرامد زي نفسه أنا شاكد أن القرى فيها تسلل والنقاط أنا حاس أنها مش متاخدى صح الجوني التاني بتاع بيرامدز كان فيه تداخل مع محمد الشناوي وكان للمفروض ساعتها الفاري يستدعي الحاكم عشان يشوف التداخل أثر في حركة الشناوي ولا لا أثر فيه تصرف الشناوي في تعامله مع القرى العرضية ولا لا يعني أهداف بيرامدز فيها كلام الأهلي ليه ضربات جزاء وكان فيه كارتة أحمر كان ممكن يكون مؤثر جداً بصه قرى العرضية بتعمل من الشيبي تمام؟ فيه لعم بيرامدز طلع براسه آه القرى في الهواء بس طلع بصه بصه القرى بتلعب من أولها بصه على فخر لقاي وقت ما القرى طلعت من رجل الشيبي كان فين؟ كان متسلل هل متداخل ولا مش متداخل؟ هل دخل مع الشناوي ولا ما دخلش مع الشناوي؟ كمل كده اللعبة هتلاقي عمل إيه ساعتها؟ طلع براسه وبالتالي ممكن يكون خد نظر الشناوي فيها كلام ده لو عايز حل التحكم بنسبة 100% فيها كلام نفس الأمر لعبة التسلل والهدف الأولاني فيها كلام الزاوية اللي اتخذت في الهدف الأولاني للعبة بيرامدز التسلل ومش تسلل انت بتاخد من الرايت طب ما تاخد من الميدل يعني انت بتاخد أني زاوية بتحط رون التسلل في أني زاوية فيها كلام فالناس بتتكلم على الأخطاء التحكمية المؤسرة الأهل مبارح لولا الأخطاء دي كان ممكن يعمل سكور على بيرامدز لما يضطرت كريم حافز في أول دقايق من الشوت الأول تفري كتير على فكرة وعلى فكرة مدار بيرامدز لما حسب الخطر شال كريم حافز ونزل الشيبي لأن كريم كان ممكن يضطرت تاني الفاولات عكسية في نص الملعب قراراته كلها ضد الأهل أنا مبارح كنت حاسس كده الوضع مش كويس وعشان كده ماتش يوم 22 سبعة بطلب من اتحاد الكرة أرجوكم جماعة أطلبوا حكام بالإسم هو أنتوا ليه دايما بتوجهوا الطلب كده لأي اتحاد تقولوا أنا عايز حكام من أسبانيا ما تختار شوف مين أفضل حكم في أسبانيا يقولوا أنا عايز الحكم الفلاني الفلوس اللي رايحالك على فكرة فلوس مش قليلة يعني الفلوس اللي جاي لك من النادي الآلي فلوس مش قليلة ولو حسبنا كده الفلوس المدفوعة بالوراء والألم وعملنا فواتير الآلي دافع فلوس أكتر من اللي أنت طالبها يعني أنت المفروض القيمة استخدام الحكام ما بتوصلش لتلاتين اربعين ألف دولار ولكن انت بتطلب الرقم ده فالآله بيسددها لو حسبنا مع بعض بالفواتير هل الطاقم بالسفرية بالإقامة بالتنقلات تستدعي كل هذا الرقم أنا أشك وبالتالي ماتش 227 في حكام أجاني والأهل طلب قبل كده حكام أجاني ماتش 227 زي ماتش الأخير وماتش الزمالك أتمنى بقى ييجي حكم بجد لأن الماتش اللي جاي الغلطة فيه فورة ماتش اللي جاي الأهل يكسبه الدور بنسبة كبيرة هيكون خلص بدري بدري وده يفرم على الأهل فيما بعد لأن الأهل داخل على ماتشات مهمة فيما بعد ما فيش وقت للراحة ما بين المسلمين هيخش على دور الأبطال وبعد كده هيخش على لقاء السوبر الإفريقي فماتش 227 بتمنى من اتحاد الكورة يكون فيه طاقم تحكيم أجنبي على أعلى مستوى دي ما كاسب الأهل في مبارات بيراميدز لأخطاء التحكمية المؤثرة اللي كانت كادت أن تعصف بالنتيجة وتؤثر على فوز الأهل على بيراميدز بالأمس ولكن هل الأهل لسه في نشوة الانتصار والفرح؟ لا أفل الملف ومن النهاردة بيفكر في ماتش مودرن سبورت يوم الثلاث عشان كده النهاردة مرس الكولر استقنف التدريبات وفيه تمرين إن شاء الله للنادي الأهل مساء اليوم استعدادا للقاء مودرن سبورت البرنامج الإعداد الفترة اللي جاية التحضير لمواجهة مودرن سبورت اللي هيعمله كولر في الأيام اللي جاي هلا يبقى فيه روتيشن ولا لا كل ده نروح دلوقتي نعرفه من خلال زمننا كريم أحمد موفد قناة الأهلي في مقر النادي الأهلي وخزه مودرن سبورت